وطبعا الجمهور طبعا صورة الجمهور قدام حضراتكم جمهور الاهلي اللي احنا متعودين عليها موجود في المدرج بيشجع بيساند في ظهر اللعيبة فيعني خلينا نقول ان الاجواء في النادي الاهلي الفترة ديت اجواء يعني هادية جدا واجواء يعني فيها تفاؤل بنسبة كبيرة جدا طبعا برضو بالنسبة للاصابات في النادي الاهلي فحنلاقي ان حمدي فتحي يعني ابتدى ينتظم في التدريبات الجماعية طبعا بشكل طبيعي بعد ما يعني خف من اصابته بجزع في اربطة الرجبة كلنا طبعا عارفين حمدي فتحي لعيب مهم جدا في النادي الاهلي النادي الاهلي عنده لعيبة كتير في خط الدفاع عنده لعيبة كتير في الناحية الهجومية يمكن المكان اللي هو المكان ممكن يبقى متواجد فيه لعيبة هو اللي موجود مثلا في حتة الدايرة طبعا موجود أليو ديانج موجود السلية حمدي فتحي موجود شفنا التدوير اللي الراجل كان بدوره الفترة اللي فاتت ما بين التلاتة طبعا معاهم أحمد نبيل كوكا منما كوكا ما كانش بياخد الفترة اللي فاتت يا دوبك لسه الراجل نازل امبرح حظه وحش الراجل حب ان هو يديله في ماتش انبي كورا جد في عينيه والحمد لله ان احنا اتطمنا عليه وان الراجل كويس كوكا من اللعيبة كويسة جدا جدا اللي هي بينتظرها مستقبل كبير جدا مع النادي الاهلي برضو طاهر محمد طاهر بيواصل البرنامج التأهيلي بتاعه كان عنده إصابة بقالها فترة ولكن يعني طاهر برضو أما حيرجح هيبقى وجوده مهم جدا للنادي الاهلي لان طاهر بيلعب وبيشتغل ناحية اليمين كويس بيشتغل ناحية الشمال كويس طاهر من اللعيبة اللي هي بتلعب وبتخش التمنتاشر وبتروح على الجون فأعتقد برضو وجوده حيفرق كتير جدا مع النادي الاهلي الفترة اللي جاية واحد طبعا من اللعيبة طبعا اللي كانت بتشتكي من ألام في العضلة الخلفية طبعا محمد عبد المنعم برضو بيواصل البرنامج التأهيلي بتاعه عبد المنعم يعني شفنا مراح ولعب وتقلق في سموحة ورجعه النادي الاهلي على طول وشفنا المستوى اللي قدمه مع منتخب مصر في كاس الأمم فبرضو لعيب من اللعيبة المهمين جدا وإن كان حتى برضو دلوقتي أما بيبقى غايب في وجود يسر إبراهيم ومتولي وعودة رامي ربيع للراجل بيحاول أنه يبتدي يديله بالتدريج بعد غياب فترة وبرضو شفنا إزاي أشراكه المباراة الأخيرة قدام أم بمباراة ولكن حتى اديله في مركز البكة اليمين فزي ما بنقول الدنيا كويسة طاهر ومحمد عبد المنعم يعني لسه مباراة المصر يوم الخميس اللي جاي حنشوف في خلال الأسبوع ده وممكن على نص الأسبوع ممكن يخشوا يبتدوا يتمرنوا تدريبات طبيعية مع زمائلهم وبعد كده حيبقى قرار في إيد كولر من حيث الإشراك أو لا شكرا اشتركوا في القناة